ضيفنا في الستوديو الدكتور محمد الموسى ويستشاري أمراض البطنية ورح يكون الحديث عن أمراض الأنيميا وفقر الدم وأسبابه وعلاجه لكن قبل هذه وتلك سمحونا نرحب بضيفنا الدكتور حياك الله سعى البارك يا دكتور ساعتك أبرك الله يخليكم طبعا بداية دكتور نعطي سادة المشاهدين نوبة تعريفية عن الأنيميا وفقر الدم ببساطة أول شي أحب أن تشكركم على الاستضافة الكريمة والشكر موصول لكم كلكم وكذلك فريق الأعداد الأنيميا ببساطة هي عبارة عن نزول أو هبوط معدل الهوموغلوبين اللي نسميه خضاب الدم في جسم الإنسان دعوني أنا دائما أحب أضرب هذا المثال لحق مرضاي تخيل أنك أنت تريد تشغل سيارة شاحنة مثلا 12 سلندر أو 8 سلندر بأقل من كوب من البانزين نفس الشي يطبق على الإنسان خلايا الدم أو كريات الدم الحمرى وظيفتها في جسم الإنسان شي واحد أنها تنقل الدم المؤكسج من إله مثلا من خلينا نقول مصدر الأكسجين في جسم الإنسان اللي هو الرئتين إلى الأعضاء المهمة مثل الكليتين الكبد الموخ القلب فببساطة اللي يصير في الأنيمية أو في فقر الدم الأسم يشرح الحالة المرضية أنه يكون عندنا عدم قدرة من خلايا الدم هذه الحمرى أنها تنقل الدم هذا المؤكسج إلى الأعضاء المهمة في جسم الإنسان ومن ثم تبدأ الأعراض تبدأ الأعراض تتراوح طبعا بالنسبة للمرضى بشكل عام القلب، الكلة، الكبد هذه هي الأشياء المهمة لكن خلونا نكون شوية واضحين بالكلام رح نلقى أنه عند الإناث مسألة الشعر دكتور شعري حث، دكتور أظافري تتكسر في المقابل رح تلقى أن حتى وظائف الكلتين متأثرة القلب كذلك يتأثر لكن ما يهمهم لا، اللي يهمهم هو الشعر والأظافر والأشياء هذه فببساطة هو عبارة عن هبوط في خضاب الدم أو في نوم هل هو مصطلح واحد دكتور؟ فقر الدم والأنيمية مصطلح واحد؟ نفس الشيء، اثنيناتهم نفس الشيء ولكن الأنيمية أو فقر الدم هي عبارة عن حالات قد يكون سببها وراثي قد يكون سببها مكتسب قد يكون سببها نقص في أحد العناصر المهمة في جسم الإنسان مثل الحديد أو غيرها نعم، دكتور دعنا نبسط المسألة لدينا شرائح مختلفة من مشاهدين الكرام وبداية عملية الاكتشاف نعم دعنا نبدأ من يعاني من فقر الدم هل يشعر بالتعب والضعف والحزالة؟ دعنا نقول الاستسلام الجسدي هي ناقوس خطر الفقر الدم؟ سؤال وايد مهم طبعا أمانة في السابق كان اكتشاف الأنيمية يتم عن طريق الأعراض ويتم عن طريق أن المريض يوصل أو المريضة توصل إلى مراحل جدا متقدمة في المرض ومن ثم يتم الاكتشاف لكن حاليا بفضل وسائل الحديثة في التشخيص وكذلك حتى بفضل بعض القوانين التي أسنتها الدولة في مسألة الفحص ما قبل الزواج بالإمكان حاليا أن نكتشف حالات الأنيمية الوراثية أو المكتسبة حتى ما قبل أن الإنسان يصاب فيها بمعنى في حال أن كان المريض يحمل جين معين سواء الرجل والمرأة كذلك تحمل جين معين عن طريق الفحصات ما قبل الزواج نقدر نتكهن أنه والله نتيجة الزواج ما بين هالطرف وهالطرف رح يكون فيه طرف ثالث أو مولود يصاب في هالنوع من أنواع الأنيمية أو يحمل جين معين بالضبط يخليه أكثر عرضة للإصابة في نوع معين من أنواع الأنيمية أني حق الجزء الثاني اللي هو الأكثر شيوعا والأكثر نشوفه أمانة حتى أثناء ممارستنا اليومية في العيادة رح نلقى أن أكثر الإناث أو أكثر مثلا البنات ما دون سنة الخمسة وعشرين هم اللي يصابون في مسألة الأنيمية المكتسبة اللي هي نقص الحديد نقص الحديد هي أكثر أنواع الأنيمية المكتسبة شيوعا مولانيا بسألك دكتور دائما يعني ما يرتبط اسم الأنيمية بالحديد صحيح صحيح ليش لأنها أكثر الأسباب شيوعا للأسف هي معادلة جدا بسيطة أنت تخليلي عندك بوكس عندك صندوق هذا الصندوق فيه كمية حديد تدخل وفيه كمية حديد تستهلك الخلل وين يصير أو الأنيمية أو فقر الدم وين ينشأ لما المكون الحديد داخل البوكس هذا يصير فيه خلل أو يصير فيه نقص ومن ثم تبدأ الأعراض اللي هي مسألة الخفقان والتعب وصعوبة التنفس طبعا تساقط الشعر وغيره 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 تبدأ متى لما المكون الحديد داخل البوكس هذا يقل ويصير أقل من المعدل دكتور ذكرت أنه فيه أنواع لفقر الدم نعم نحن نتعرف على هذه الأنواع يعني وكل نوع شنو أسبابه نعم يعني خليني أنا أعطيك خطوط عريضة مثلا خلنبدأ باللي قبل الهواء بدأناه تر متعطينا معلومات لا 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 بل أنت اللي عطيتني المعلومة على فكرة مثلا خلنعطي مثال الأنيمية اللي هي الجي سيكس بي دي أو تكسر الدم البقولي تكسر الدم البقولي ببساطة فيه خلل في جين ما هذا الجين أو هذا الإنسان أو هذا المريض غير قادر أن يهضم أكل نوع أو نوع معين من أنواع الأكل اللي هي من اسم الأنيمية اللي هي تكسر الدم البقولي معناته الإنسان يكون بالبقوليات ويكون عنده زيادة فرط في حساسية الجسم تجاه البقوليات فتلقين المريض أو المريضة بمجرد ما يأكل فول بمجرد ما يأكل فلافل طبعا بالكويت عندنا الماش أكثر شي تلقى بمجرد ما يأكل أي نوع من أنواع الأكل هذي اللي يحتوون على البقوليات أو على الجين هذا أو الأنزايم عفوا هذا راح تلقاه يبدأ يصير عنده تكسر دم نفس الشي ينطبق على أنواع معينة من المضادات الحيوية أو المسكنات ليش لأنها تحتوي كذلك على نفس الأنزيم اللي هو كإنسان أو هي كمريضة مو قادرة أن هي تهضمة فتلقين مثلا بمجرد ما يأخذ هالنوع من المضاد الحيوي ثاني يوم يحس بدوخة يحس بتعب حتى حق موضوع البقوليات هم نفس الشي نفس الشي نفس الشي نفس الشي هي البقوليات هذه اللي الجي سيكس بي دي يكون تجاه البقوليات وتجاه نوع معينة من المضادات الحيوية أنه حق نوع ثاني من الأنيمية اللي هي تكسر الدم المنجلي تكسر الدم المنجلي شكل الخلية بالضباب شكل الخلية شكل الخلية ما شاء الله عليكم تفوقت وعليه بمعلومات أقوم أنا لا حياك لا ما شاء الله عليكم أنا على فكرة أشكر فيكم من ناحية هذه من الأطلاع والتي هي أمانة أن أكلمكم بصراحة قل ما تكون موجودة في أي برنامج سواء طبي أو غير طبي شهدنا تزمين الله يحفظكم كلكم هو مجود فريق كام أكيد بدون أدنى شك فني حق تكسر الدم المنجلي راح نلقى أن الخلل في الجين راح يكون أو يأثر على شكل الخلية بما تكون مدورة تكون منجل شكلها نفس الهلال نعم السكلسل فمن هنا أني نلقى أن تغذية الدم في الأكسوجين راح تقل أني حق الأكثر شيوعا مثل ما تفضلت يغتيم مشاعر اللي هي مسألة نقص الحديد طبعا النقص الحديد هذا أغلب ما يكون مكتسب يأما أن يكون فيه خلل في تغذية الفرد يأما يكون فيه خلل في كميات الدم اللي يفقدها الإنسان أو يكون خلل فيه امتصاص الحديد في جسم الإنسان من أنه من هالنقاط هذه كلها مجتمعة أنه حق نقطة وايد مهمة تعويض نقص الحديد هذا تعويض نقص الحديد المفروض شي يكون يكون عن طريق الأكل أني أنا آكل أكل صحي يحتوي على حديد مثل الشمندر الجرجير الفلفل البارد طبعا اللحم الأحمر الشبدة هذه أشياء كلها تحتوي على حديد بمكونات جدا عالية الخلل وين يصير؟ الخلل يصير لما الإنسان يفقد حديد أكثر من ما يعوضه ذكرون البوكس اللي قلنا أن الكميات اللي قاعد تطلع أكثر من الكميات اللي قاعد تتخل وببساطة إذا دكتور في حبوب في حبوب ممكن أن الواحد يأخذ حديد إذا سألت السؤال قلت لك ما تفضلين الشيء الطبيعي الطبيعي طبعا الناشرال أو الحبوب طبيعي طبعا الحبوب أمانة نتكلم صراحة الحبوب نعم هي تعوض ولكن كل دول أي دول مهما اختلف نوعها مهما اختلفت جودة تصنيع ستجدنا لأعراض جانبية طبعا من أكثر أعراض الجانبية الشيوع للحبوب الحديد هي مسألة الإمساك الغازات عسر الهضم المتن رحمه الله تفتح الشهية نعم معروف أن تفتح الشهية يمكن فقط هالنوعين دكتورة ذكرت البقولي والمنجلي والمنجلي ونقص الحديد أنية حق نقص الفيتامين بي 12 أنية حق نقص الفوليت كثير أنواع أنيميا فيه طبعا أنيميا هي طبعا كذلك نشوفها بنسب جدا كبيرة اللي هي الأنيميا نتيجة وجود أمراض مزمنة المريض لا يتحكم فيها الكويت ثالث أكبر دولة في العالم في نسبة الناس المصابين بمرض السكر وللأسف السكر إذا ما تم التحكم فيه وإذا ما تم تسيطرة عليه رح تلقى أنه بعد سنوات المريض يعاني من الأنيميا أو من فقر الدم نتيجة شنو؟ نتيجة خلل في التحكم في الأمراض المزمنة نعم دكتور فيه سؤال من أحد الشباب المصورين موجودين معنا يقول لك ممكن أن يحقنون الحديد نعم الأوبشن أو خيار خلينا نقول الحبوب أو الدرب مال الحديد يعتمد على معدل أو تركيز الحديد في جسم الإنسان خلينا نعطيك مثال حين نحن في جسم الإنسان عشان نقيم الأنيميا وعشان نقيم فقر الدم يكون عندنا ثلاث أشياء نسويها مين لي اللي هي مستوى الهوموغلوبين مخزون الحديد والحديد إذا قل معدل الهوموغلوبين عن المعدل الطبيعي بأكثر من درجتين أو ثلاثة في ذاك الوقت نفضر أن نحقن الحديد داخل جسم الإنسان وطبعا الحديد المتوفر فيه من الحديد اللي نسميه شبه يومي اللي المريض يأخذ يومه ترك وأكيد الحديد اللي هو الأسبوعي الجرعة تكون أسبوعية طبعا الاختلاف أمانة في شيء واحد اللي هو في الجرعات في التركيز تركيز الحديد في الشبه يومي يكون أخف من الأسبوعي ببساطة تعويض الحديد في جسم الإنسان من السهل اللي نحن نقدر نسويه أني أنا أعطي حبوب حديد مثلا سواء الأوبتوفير أو غيرها أو أني أعطي درب الحديد طبعا للأسف في بعض المرضى يصير عندهم حساسية ما أقول حساسية كثير من أنه تحسس من الحديد ليش؟ لأنه نحن ذكرنا أن حبوب الحديد تسبب إمساك، قاب، غازات بضع عمرات بضع زيادة وزن بضع زيادة وزن فنين نضطر أن نعطي المريض درب الحديد بس عشان نتجاوز هالأعراض الجانبية للحديد دكتور، الرسالة والتعليق عندك الشاي الشاي والقهوة والقهوة الشاي والقهوة سأقول لك على السلف المستمع عندك التعليق هلأيام أنت شايف السناب هلأيام أنا شخصيا ما عندي سناب أنا مثلك ديكشورة لكن أنت بداية الصح ما تلقى إلا مقات القهوة هذه والموسيقى الهادية ببساطة الشاي والقهوة أي منتج يحتوي على الكافيين بصورة عالية أو بتركيز عالي يعمل على منع خلينا نقول امتصاص الحديد في جسم الإنسان يمكن كلكم يطري على بالكم شايفين قطعة البلاستيك اللي احنا نحطها على بلاك الكهرباء عشان نمنع الأطفال أن يتعبثوا بالكهرباء اشرب حليب عفوا اشرب شاي أو اشرب قهوة شي في كافيين رأسا راح يتسكر ويمنع امتصاص القهوة من جسم عفوا امتصاص الحديد في جسم الإنسان فعشان كذي احنا دائما ننصح حتى المرضى اللي يأخذون حديد سواء كان ادرب أو كان تحبوب أنه يجب الامتناع عن الشاي القهوة قبل وبعد ادرب الحديد على الأقل بساعة فامتصاص الحديد يتأثر بشكل وايد كبير في مسألة شرب القهوة والشاي أنا عطيتك طرف يعني مثلناك طرف إلا أنت عطيتني معلمة وباجي عندك يعني ممكن بعد الواجبة بساعة ممكن أن نشرب شاي تغيبا بساعة محنا هذا اللي قاعد نقول قبل وبعد يعني خليني أنا أعطيك مثال شاي في اللي يجتهد ويجد وتيتأكل صلطة شمندر ومع شوية سبانخ ويكون غداهم مثلا شبدة وفي فلف البارد ويخترب كل هذا بشربة شاي بشربة شاي طبعا لو نيحق القهوة القهوة تأثيرها أكثر أمانة وطبعا تعتمد كذلك على نوعية القهوة سواء كانت أمريكا كافي أو التركيش التركية أو حتى العربية كلهم تقريبا نفس التأثير دكتور راحنا بنستغل كل دقيقة معاك يعني مسؤوليتنا الإعلامية هي التوعية الطبية لكن مهما قال للمذيعين يبقى الفيصل هو الطبيب المتخصص نعود للمربع الأول دكتور هو عملية الاكتشاف المبكر قلنا الأعراض التعب والأرهاق وقص على ذلك نبي الآن المشاهد الكريم يصير خاصي نفسه في هذه الحالة طبعا أول وناخر لا بد من طبيب معالج ما هي الأعراض التي يحس فيها غير التعب التي والله قد تكون أنيميا سؤال جدا ممتاز وأمانة أغلب المرضى يعانون من الأنيميا من غير ما يحسون بالأعراض لماذا؟ لسبب معين أن أعراض الأنيميا قد تتشابه مع أعراض واحد أشياء ثانية مثال على ذلك صعوبة التنفس طور أنا قاعد أختنق طور أمشي لي مثلا أصعد لي طابق أحس قلبي يدق هذه الأعراض قد تكون أعراض أنيميا قد تكون أعراض ربو قد تكون أعراض تعب ضيق تنفس نقص فيتامينات معينة في جسم الإنسان فلما نتكلم عن أعراض الأنيميا يجب أن نقسمها على حسب الفئة العمرية وعلى حسب حتى خلينا نقول الأجهزة بالجسم ففي منها أشياء تشمل الجهاز التنفسي مثل صعوبة النفس مثل رقعة القلب وفي أشياء مثلا تشمل عضرة القلب اللي هي مسألة الرقعة دكتور أنا لما أبذل مجهود ولو كان بسيط أحسب رقعة بالقلب وأحسب تعب وأبدأ أعرق وأبدأ ألهث فهذه الأعراض في نهاية الأمر اللي احنا نقولها كلها متعلقة في كمية الأكسوجين اللي يوصل إلى جسم الإنسان ومن ثم كمية الأكسوجين اللي يوصل إلى الأورغن المعين أو إلى العضو المعين مثلا نحن نتكلم عن الرئتين أو الكلا أو الكبد وما إلى ذلك أني حق نقطة ثانية جدا مهمة مسألة التغيرات اللي قد تكون متعلقة في نقص الحديد اللي هي مثلا الأسوداد هذا داير مدار العين أو وجود بعض البقع السودة في الجوانب الشفتين بالإضافة إلى هذا كله حتى التغيرات اللي تطرع على الشعر وعلى الأظافر وعلى الجسم بشكل عام الرسالة اللي أنا أحب أوجهها للجميع وكذلك خصوصا عفوا للمشاهدات الكرام الإناث منهم والمشاهدين الكرام أنه العراض الأنيمية أو العراض المتعلقة في الأنيمية هي عراض ما هي محددة كثر ما أنها تكون موجودة كثر ما تسوء الحالة فلما تكون رقعة القلب 24 ساعة غير لما تمر عليك ساعات معينة دكتور ومن يقطع الشك باليقين هو الذهاب إلى طبيب متخصص إجراء الفحص اللازم حتى لا كما يقول مثل عربي تضيع لحانة بين حانة ومانة شكرا جزيلا كل الشكر للدكتور محمد الموسوي استشاري أمراض الباطنية على مشاركته معنا في هذا البرنامج وما زال في الوقت بقي